يعني في رأيك متى يمكن أن نرى هدنة جديدة في قطاع غزة؟ وهذا الأمل الفلسطيني؟ ما هي الشروط التي يمكن أن توضع؟ ما هي الظروف التي يمكن أن تخلق لعودة جميع الأطراف للالتقام في الدوحة أو في أي مكان آخر لتثبيت هدنة حتى لو كانت مؤقتة؟ يعني ده الهدف اللي كانت بتسعى ليه معصر ممكن من اليوم الأول أو من الأيام الأولى كان الهدف الأول هو إرسال أو دخول المساعدات عبر معبر رفع الهدف الثاني كان الوصول إلى هدنة وكنا نأمل أن تستمر هذه الهدنة لنصل إلى ما نصبه إليه وهو إقامة سلام عادل وحل شامل للقضية الفلسطينية بالدولتين والغريب أنه لما أسبانيا وبلجيكا وأسبانيا تحديدا عندما ارتفع صوتها ضد إسرائيل بدأت إسرائيل تسحب أو تستدعي السفير الأسباني والسفير البلجيكي بدليل أن إسرائيل لا تريد أن تسمع صوتا في العالم يتحدث عن انتهاكتها للقانون الدولي وانتهاكتها لكل القيم الإنسانية وكل قيم حول إنسان فنتمنى أن يعودوا مرة أخرى نتمنى أن الاتحاد الأوروبي يكون لي دور فاعل ونتمنى أيضا أن يتحرك الإنسانية لأن الرهان على الشعوب أقوى من الرهان على الحكومات يعني لأول مرة ممكن القضية الفلسطينية ليس لأول مرة من المرات القليلة التي تحزى القضية الفلسطينية بتعاطف إنساني وشعبي كبير في جميع دول العالم حتى اليوم ما زالت هناك مظاهرات أمام الصفر الإسرائيلية في أمريكا هناك مظاهرات في أوروبا هناك مظاهرات في عدد من الدول وبالتالي التضامن الإنساني مع فلسطين قد يدعو الحكومات إلى تغيير موقفها بشكل أو بآخر هذا على صعيد إنساني وانعكاس ذلك على صعيد الحكومات لكن نريد الحديث عن خطوات عملية باعتقادك كيف يمكن إجبار إسرائيل على وقف هذه الحرب على الموافقة على هدنة إنسانية والحديث عن بداية مرحلة جديدة من الحرب حتى لو كانت مؤقتة يعني هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية هل تستطيع مصر بثقلها هل تستطيع قطر وما أحدثته من منجزات دبلوماسية بين مزدوجين خلال فترة المفاوضات أن تواصل هذا الدور وتجبر إسرائيل لإحترام الناس في قطاع غزة وحياة المواطنين في غزة أعتقد كما قلت لك المفتاح إسرائيل عند أمريكا وبالتالي الضغط كله يجب أن يتم على أمريكا لكن إذن بقولك أنا مكتشف أن الخطاب الأمريكي خطاب مزدوج يتحدث عن حل الدولتين يتحدث عن التهدئة يتحدث عن ضرورة أن تراعي القوات الإسرائيلية مبادئ الحروب وقواعد الحروب وقوانين الحروب وكل ذلك لا يتم هذا الخطاب الأمريكي يعني منذ أكثر من 20 يوم ولا يتم شيئا ولا أمريكا تفعل أي شيء بل بالعكس هي تصير وراء إسرائيل في كل الشائعات وكل المزاعم الكذبة أكيد أن مصر بتلعب دور أكيد أن قطر بتلعب دور أكيد أن بعض الدول العربية الأخرى بتلعب دور لكن الدور محتاج أن يتم توحيد الجهود تفعيل الجهود بشكل أقوى الضغط على أمريكا بشكل أفضل من ذلك حتى تضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب ابقى معنا دكتور نتابع معكم مشاهدين الآن هذه اللقطات التي تظهر قصف الاحتلال لمناطق في شمال غزة بقنابل الفوسفور الأبيض هذه القنابل المحرمة دوليا والتي استخدمتها إسرائيل بحق المدنيين في المناطق باختلافها في شمال القطاع وفي الجنوب أيضا تحديدا في مدارس النازحين الذين ذهب إليها مجموعة كبيرة من المواطنين في مناطق شمال قطاع غزة وأيضا المناطق الجنوبية هذه اللقطات التي نبثها لكم الآن هي قبل قليل لما جرى في شمال قطاع غزة حيث الاستهداف بقنابل الفوسفور الأبيض القنابل المحرمة دوليا لمناطق السكنية على خلاف القانون الدولي الذي يجرم ذلك الآن بالعودة مجددا لك دكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياح والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ المصري دعني أنتقل بك إلى محور جديد متعلق بالوضع في قطاع غزة قبل قليل أتابع تصريحات الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن قوات الاحتلال أبلغت كل المنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر ما موقف مصر من هذه الإجراءات الإسرائيلية القديمة الجديدة ربما لإعاقة دخول المساعدات الإنسانية سواء كان من جمهورية مصر العربية أو من عدة دول تريد إدخال هذه المساعدات عبر معبر رفح الحدودي يعني إحنا دائما بنقوله بنقرر أن معبر رفح حازو وجهتين وجهة ناحية مصر وهي مفتوحة طوال الوقت اللي هي دخول المساعدات وغير ذلك الوجهة الأخرى ناحية فلسطين وهي ما تحاول إسرائيل أو تهدد بإسرائيل كلام الصليب الأحمر ويؤكد ما نقوله أن إسرائيل تستطيع عند دخول أي شاحنة أنها تلكي عليها ما تلكيه من قنابل أو غير ذلك وبالتالي الأمور ليست في أمان كما يعتقد البعض كانت الهدنة فرصة لدخول عدد كبير من الشاحنات وحتى الآن عدد المواد والسلع والأدوات الضبية وغيرها من المستزمات التي دخلت إلى فلسطين سبعين في المئة منها من مصر بالإضافة إلى تلاتين من دول العالم وبالتالي الأمر يحتاج إلى طولها للوقت إلى موافقة إسرائيلية وهذا أيضا يتطلب تدخل أمريكي وكل المساعدات التي دخلت سواء أثناء الهدنة أو قبل الهدنة تمت بموافقة إسرائيلية وضغط أمريكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر